من يقول بالكتلة الأكبر لم يقرأ ما حصلت عليه الكتل كتلة أكبر لما كنا نحتاجها كتلة مثل المالكي كانت متشضية مجموعة أو كتلة ما واصلة غير ستين خمسة وستين الآن عندنا 73 كتلة أكبر بالشيعة وعندنا أكثر من 40 كتلة أكبر في السنة وعندنا أكثر من 30 كتلة أكبر في الكرد فالكتلة الأكبر متكونة يعني لو فرضنا أن نصادقه على النتاج الانتخابية سيكون أول إجراء الاتخذة هو انتخاب رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب نفرض نفرض فرضا الحلبوسي رشحية الحلبوسي يحتاج إلى سائرون يحتاج إلى الكتلة الصدرية ويحتاج إلى الديمقراط الكردستان وبعدها يقرر الدستور أن الانتخاب يكون رئيس جهولة هي جهولة الكرد يحتاجون إلى الصدريين فما يكون كتلة أكبر هي تتكون منه من كيفة لأن كتلة صامدة ما دخلت عليها أطراف أخرى فكل من يقول لك كتلة أكثر عدداً كتلة أكبر يقول لها يابا بالانتخابات الأربع السابقة لعم لكن بالانتخابات الحالية لا يسار هذا الإشكال لماذا؟ لأن يجون سائرون ويجون تقدم ويجون الكرد في كتلة واحدة يشكلون الكتلة النيابية الأكثر عدداً في البرلمان أي جماعة آخرين في البرلمان لا يقدرون يجمعون أكثر منهم فهم الكتلة الأكثر اللي يشكلون رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس وزراء بدون دوخة الكتلة النيابية الأكثر عدداً